هذه نماذج من بواكر منتوج مزارع الخضروات بمقاطعة جيرو التي تعرف هذه الآوينة مرحلة بداية حصاد أنواع من الخضروات كالجزر والطباطم والباذنجان والقرع والشمندر والبصل وغيرها من الأصناف الأخرى وحسب المؤشرات ينتظر المزارعون موسم حصاد غني ومتنوع يغطي حاجة الولاية ويتم تصديره إلى أسواق الولايات المجاورة العصابة السنة الماضية لا تحتاج خضروات الجهة من مواقشوط لا من أجيب ليدها بل ساعدنا شور سيلي بابي وشور العيو هاو طينا فيهم ولك هاو الولايات اللي قريبين منها قطعنا صدرنا لهم الخضروات وده العام راجعنا عنهم أفضل تاجين ياتر من التعطير وياتر من البودر المحسنة وياتر من الأسميدة وياتر من المعدات اللي تعيش في الزراعة وإحنا جاهزين ومستعدين وعندنا إرادة وقناعتنا موجودة ومقتنعين بذلك العملنا لا يعد وعدناها بجهود خاص ومواكبة النموال للدولة ولينا نتكلم من الرئيس السنة الماضية عن ذلك القرار لعدل أخبار الزراعة عرفنا أن نوعات رواية حقيقية والسلطات الإدارية الموجودة معنا لمستوى المقاطعة والولايات تحذن عليها وتعادلنا اجتماعات عن خارق الله ونحن محتمين به بالإضافة إلى المطالبة بالتوجه نحو مكننة الزراعة والدعم من خلال توفير المدخلات الزراعية والتأطير الفنية يطالب مزارع مقاطعة جر كذلك بوضع آليات لحفظ وتسويق المنتوج عندنا مشكلة النقل عندنا مشكلة تخزين وفترة الانتاج تعود ذروة الانتاج كبيرة خصوصا من كاروت وتماتل المواد التي تخزينهم ما هو متاح للجميع بالتالي يعانوا من تخزين ما هو جيد وبالتالي ينطرح كامل في السوق يمشي من 400 كيلو إلى 50 نقل كيلو بالتالي يعودوا نحن هم الضحية نوقع زيادة الموديكفات عهدنا به المشروع الوحاتي حالة اللي متعهد النبيه يكمل كافينا راه هو كافينا وإلى عاد ما هو كافينا نعيى الله أننا نعقون ونزادهم خرين جزائهم الله وخيرنا الوحات هم هم اللي يعدلون هذا واللي يصلون إلى الدرجة والدى قضية الأخرى المكان ما في حد اليوم هذا يتريد عدل لحرية بيديه حسب العالمين بقطاع الزراعة تسهم مقاطعة جر من خلال غلة مزارعها إسهاما معتبرا كما ونوعا في الناتج الزراعي الوطني ممثلة بذلك سلة غذائية مهمة الأمر الذي حدا بالدولة إلى تصنيفها كقطب زراعي في المنطقة عبدالله صوفي قناة الموريتانية مدينة بيرو